ما شفتش بقى النجوم الكبيرة والتداخل لا طبعاً ابتدينا تعافي القوضة بتاعة اللبس كانت قريبة من قوضة اللبس الفريق الكبير ايوا طبعاً ممرز زايا كده بيربطنا فابتدينا يعني نقابلهم ونتعرف عليهم وكان الجميل بقى ان كان دكتور ممتاز عامل فرقتين ونثبتهم يلعبوا قبل المباريات الكبيرة ساعة واحدة ننزل نلعب الجمهور بييجي فطبعاً اللعيبة الكبار بيش بيشوفونا فبيقدروا يعرفوا مين حيلعب ومين ممكن يكون لمستهبت ولكن بيبقى حافز للولاد الصغيرين جداً وبعدين بيعودك على حاجة انك ما تخافش من الجمهور بالضبط انتو وانتو عودتونا على كده اه 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 ما تخافش من الجمهور انت لما توليت المسئولية اه بتجيب بتعمل ماتشات للعشبال اه قبل الفريق الاول اه ومعظم النجوم للصنفون هنا قال لي احنا كنا بنشوفكوا كنا رفوا على الحديد ده اه ودي حاجة من الحاجات يعني انت بتعودوا على الجمهور على السلوكيات كويسة ان يشوف لعيبة كبيرة عشان بقاش عالده رهبة اه ويتعود اه طيب اه انت بعد ما تنقلت من الفريق اعدت في الناشئين كم سنة تقريبا؟ خمسة خمس سنين اه وكابت الممتاز هو اللي نقلك من الناشئين اه لا ما كابت الممتاز سلبني لفريق 18 سنة 18 سنة مين كان المدرب بتاعك؟ اه الحاج اه نسيتها مصطفى لا معلش ما احنا كلنا بننسك حسين كامل حسين كامل هو ده بقى اللي مسكنا اه واقولك حاجة وإحنا في 18 سنة كنا بنلعب الساعة 10 صبح ايوة الساعة 3 بقى فيه مطش الفريق الثاني بتاع النادي الاهلي كان عددهم قليل فكانوا يكملوا بكم اه يكملوا بينهم كان دايما طارق سليم وانور وانا ننزل نلعب معهم نلعب الساعة 10 ننزل ساعة 3 نلعب معهم ده 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 النادي لايه ده قصة كبيرة قصة كبيرة طيب كلمنا عن مسيرتك في الفريق الاول الاول ما اقولك انت هتلعب في الفريق الاول مين اللي بلغك الكلام ده كله وخلاص انت دخلت الفريق الاول ما احنا احنا دخلنا اروحنا بنتضرب معهم بتضربوا بس اه بنتضرب بس نا لما اقولك بقى انت هتبقى اساسب طبعا يعني حاجة سعادة لا توصف اه اه تفتكر لنا كده يا ناس من من الجيل اللي كان موجود معاك السمر شوف انا كان فيه جيل اقدم مننا شوية اه 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 وكابتن عبدالجريل يا خارس المرمى اه طبعا وسايد صالح شريف الجندي كابتن صالح يعني مجموعة ما شاء الله عليهم يعني اه ودخلنا في السطوم طبعا بيشلوك يعني دي ما كانش عندك رهبة ولا كنت تعودت خلاص بقى من الناشئين ما تشاتي الناشئين لا انا بقى تعاف انا كنت بقى يعني خلاص تعودنا وعني اده والكلام اللي هم بيكلموه معانا يديك ثقة هل فعلا انا كابتن عزت زما كل النجوم لاني انا لو قلت بقى شهادتي مجروحة انك اول لو انت غريب بتخش في وصل النجوم دي كلها اي حاجة بتزوب بعد كده في العلاقة وبعدك بتحس انك قديم معاهم وكلام ده شوف نادي الاهلي مثل اه مصطفى الاحترام المتبادل يعني حتى في جنة واحنا بنلعب كان بيجي اجبال اه كانوا بيتعلموا ازاي يتعامل مع اللعب الكبير واللعب كبير ازاي يتعامل مع اللعب الصغير الاحترام المتبادل دي بتدي ثقة وبتدي ألفة ماديا عن اول ما دخلنا النادي الاهلي كان الكابتن صالح قال لي احترم الصغير قبل الكبير عشان الناس تحترمك بالزبط اه دي المبادئ اللي احنا يتربين عليها في النادي الاهلي انت لعبت لدرجة قولها كم سنة كابتن دعبت لغاية من موسم ستة وخمسين تقريبا لغاية سبعة وستين بس في فترة بطلت الكرة فيها وبعدين رجعت تاني كانت اصابة ولا دراسة انت عملا اصاباتي كانت كتير قوي اه وبعدين جات في الفترة دي بقى الاصابة زادت علي فاخدت خلاص بقى استويت عملت المستحيل ده سبعة وستين اربعة وستين اربعة وستين وستينها اه قلت لهم خلاص انا مش علام وكنت بروح اتحادي الجيش قوات المسلحة كان فيه هناك الله ارحمه وحسين مذكور اللي هو حسين مذكور طبعا لاني مجدود واردفان قال لي ايه قلت له خلاص انا بطلت بلغتهم انا مش علام قال لي تعالى اوديك اليمن قلت له اروح اي حتة اليمن اه قلت له اروح اي حتة اه ده من زهقك بقى اه اه فالحقيقة هناك انا عدت هناك حوالي خمس شهور فقط في اليمن الرمل والمشي والدعوة لاترك بيتي ما فيهاش حاجة رجعتك تاني فاروح تداخل ضي ارحمه الفريق اول عبد المواصل كامل مرتج المجتم اه ما احنا ده اللي هنقود يا انا مخاليه كده عشان فيه لقاء اه وتروع وزنزل فنزلني بقى اه طيب من خلال اه تواجدك في الاول ويعبت 11 سنة تفتكر المباراة اللي الناس عارفت فيها الكابتن عزة ابو الروس بقى نجم من نجوم الماتش كان اول ماتش العبه الزمالك كان 57 الزمالك كنت قلعب وينجليفت في الماتش الان المدافع ها كنت قلعب وينجليفت ها وكان فيها بقى الضزوي معنا وصالح ورفعت وطاها وجهري مجموعة عبد الجليل مجموعة يعني ما شاء الله عليك نعم عملتوا ايه في المبراني الجاتلي كرة فت من واحد واثنين وعن حرفة 18 شرطها جات في العرضة الناس هيصت اه دي تكسيخة الماء نتيجة المباراة كانت كام اه اتنين سفر جتدوز وجابهم النادي الاهلي فاتس فيها اه اتنين سفر مين اللي قابلك بعد المباراة وقالك برافو عليك انت بعد كده هتكسر الدنيا لا مش حكيت تكسر الدنيا يعني كلهم بيحيوك بيحيوك يعني بيطمروك انك كويس وشدحيلك وستمر كده انما مش مفيش حد معين من المباراة مفيش معظمهم كل الكبار المباراة اللي في زهنك لحد هذه اللحظة في الفترة الزمانية انت تلعب فيها اللي انت مش عاوز تنساها كل ما تفتكر يعني ما نسعده اقول ايه مباراة بتاعتنا ليها مباراة كتيرة جدا مع الزمالك ومعك وتوكو بش عارفوك كده منك كابتن عزة اتو اقولك ايه المباراة اللي سايبقى أسهر معك لحد هذه اللحظة شوف المباراة سايبقى أسهر انها ضيعت الدوري مننا كنا بلعب الاسماعيلي بالاسماعيلي سنة اخر دوري سبعة وستين اه اخر دوري لدرجة ان احنا راحين المتش لقينا تويس ويف ودخل مطار ابو صوير والتلفزيون شغال موسيقى والتاع ايا يا جماعة ايه الحكاية قتالي الجمهور قصر الملعب ودخل حواليه الملعب ودخل حواليه الملعب لدرجة ان اللي هو عالي زور ما كانش عاوز يلعب المتش لما راحنا هناك بقى قالك لا ملعبش اه كان يباني اه يوناني يوناني اه اه وكان شريف مذكور جاب جوله ده كان شغلان اه 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 بالزبط اه 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 فالفريق مرتاجي قاله لا الناس موجودة في الملعب والامن وبتاع لا تلعب فلعبنا مبادئ النادي الامن اه اه فلعبنا اه 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 جاد بنالتي علينا وطلعنا بالمتش المغربين ده ضيع مننا الدوري سيادة الفريق مرتاجي كان دي محطات معاك وانت بتلعب وطوله عاوز اروح اليمن وودك اليمن عاوز ارجع رجعت اه في حديث كان بيدور بينك وبين سيادة الفريق شوف سيادة الفريق شخصية عظيمة نعم وعارف الاصول وبيعلمك تبقى انت كمان عندك الاصول يعني شوف طوله انا مندير كورة وبقابله يوميا عمره مسألني بكرة مين الحيلعب مفيش حدي كان بتدخل خالص مين الحيلعب ما يسألش واحنا النادي الالي كتاب مقفول علينا اه لا لا ما شاء الله عليهم بديه دروس طب انا عندي لقاء مسجل انا بقولوكم عشان كده الحلقة بتاعت النهار دي هتسمعوا فيها حاجات مسمعتاش قبل كده ولا في اي برامج تاني واحنا اخصينا بيها الكابتن هستروس انه هو اللي غزال برنامج عندنا وكبر البرنامج بالحاجات دي هنسمع سيادة الفريق وهو بيكلمك قال ايه ونرجع نحل الكلام اشتركوا في القناة